أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية أكد أن جائزة سموه العالمية للإبداع الشببي تعتبر إحدى مبادرات مملكة البحرين تجاه الشباب العالمي والتي تأتي متوافقة مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ودور جلالته في دعم الشباب المبدعين والمخترعين والمبتكرين من أجل مواصلة مسيرتهم خدمة للبشرية ولأوطانهم حيث يعد جلالته من الداعمين الأساسيين لحركة الإبداع الشببي على المستوى العالمي وهذا ما اتضح جليا من خلال توجيهاته السديدة برعاية هذه الفئة ذات العقول النيرة من خلال جائزة الإبداع الشببي جاء ذلك خلال رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لحفل ختام جائزة سموه للإبداع الشببي بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والوزراء والنواب وعدد من المدعوين حيث وقيم الاحتفال في صالة مدينة خليفة الرياضية وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد لقد باتت مملكة البحرين تحتل المكانة الرياضية على المستوى العالمي كمركز لتحفيز العقول الشبابية المبدعة والاستثمار في الطاقات الشبابية لابتكار الاختراعات والمشروعات التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع الإنساني وتسعد المملكة بإطلاق المبادرات والجوائز التي تعمل على تكريم الأبداع والخيال وتوفير الفرصة لها لتصبح في الغد اختراعات متطورة ذات فائدة عالمية وذلك لإيماننا العميق بالقيمة الحقيقية لأي مشروع مبتكر ومبدع ومدى فائدته على البشرية جمعا كما أكد أن المبادرة الناجحة هي التي تدفع العالم إلى الأمام وتجعل المستحيل ممكنا وأشار اسمه تغمرني السعادة وأنا أرى هذه النخبة من العقول المبدعة والطاقات الشابة الموهوبة من مختلف دول العالم التي تجتمع على أرض بحريننا الحبيبة لتقدم أفكارها المبتكرة التي تحاكي المستقبل وتؤكد أنه لا حدود للابتكار والابداع ولا حواجزات عوق العقل البشري عن الإبداع وقد أثلج صدري عندما رأيت الشباب البحريني من طلاب ومبتكرين ينافسون بمشاريعهم المبدعة ليؤكدوا مرة أخرى أن الابتكار هو نهج شباب البحرين وطريقها نحو الريادة والتمييز وأكد اسم الشيخ ناصر بن حمد أن جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي هي رسالة مملكة البحرين للعالم يجمع رسالة محبة وسلام ودعم لكل ما فيه خير للإنسان والإنسانية إنها تقدير بسيط أيضا نقدمه للعقول الشاب العالمية والجهود التي فكرت بالمستحيل وحاولت إلى واقع فهذه العقول المبدعة تستحق منها جميعا كل تقدير وثنان لأنها ثروة الحقيقية التي لا تنفد أبدا وقام سموه بتكريم الفائزين في مجالات الجائزة البالغ عددهم 52 مبدعا ومبدعة وكان حفل الختام قد بدأ بعصف السلام الملكي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى سعدة سيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة كلمة أكد فيها أن الجائزة جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي تعد الأولى من نوعها على المستوى العالمي اعتزازا من سموه شيخ ناصر بالأدوار التي يقوم بها الشباب العالمي المبدع في تحريك التنمية المستدامة في بلدانهم وقيادة سفينة إنجازاتها إلى فاق رحب من التطور والنماء هذا وقد شهد اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الاتحاد البحريني لإلعاب القوى بالحفل الختامي لجائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي وأكد سموه أن الجائزة التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تعكس حرص سموه على دعم الشباب المبدع لما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة في تهيئة السبل الكفيلة لرعاية الشباب ودعم قدراتهم وإمكانياتهم الإبداعية وقد هنأ سمو الشيخ ناصر بالنجاح الذي حققته الجائزة في نسختها الرابعة وما حملته من أبعاد كبيرة المعاني أبرزها احتضان مملكة البحرين للشباب من جميع أقطار العالم والذي يؤكد أن البحرين بلد حريص على تهيئة الأجواء المناسبة لتنمية وتطوير القدرات الشبابية واستثمارها على الشكل الذي يخدم ارتقاء شعوبها وهذا ما يدعم من مكانة البحرين على الخارطة العالمية وأشهد سموه بالبرامج والخطط التي تقوم بها وزارة شؤون الشباب والرياضة رامية لترجمة رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية المجلس الأعلى للشباب والرياضة في الاهتمام بالطاقات الشابة والمبدعة بما ينعكس على الاستفادة منها وتوظيفها بالشكل الأمثل بمختلف قطاعات المملكة مقدرا سموه جهود الوزارة في تنظيم هذا الحفل المميز الذي عكس توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في إبراز وإنجاح الجائزة من أسقاع العالم حلوا أرض المنامة قصد نيل جائزة أبت إلا أن تحتضن كل ما هو خارج عن النمطية والمعتاد الشبابي تحقق عن جدارة المستوى العالمي نتيجة العمل الدؤوب وكفاءة لجنة تحكيمية أكاديمية ذات خبرة طويلة تسير وفق معايير وشروط أفضل الممارسات الدولية أتذكر أن في البداية صرحت كفضل كم سنة أننا الحمد لله تخطينا الحد المحلي واصبحنا في الحد العربي اليوم نتكلم في الحد العالمي بمشاركة 111 دولة و5773 مشارك من الشباب ولله الحمد اليوم كلهم فايزين نحن الفايزين صراحة اللي عندنا الشباب من هذه النوعية ومن هذه الخامة الطيبة اللي فعلا لها طموح بلا نهاية ولله الحمد نطمح للأفضل ونطمح للعالمية دائما واللي نقدر عليها من طاقة ومن مقدم مقدارات ومن مؤهلات ومن إمكانيات إذا نقدر نضيف لو نقطة واحدة راح نضيفها إن شاء الله آلاف الأعمال أتت من مشرق العالمي إلى مغربه واتخذت الإبداع مقصدا ودخلت لجنة التحكيم على ثلاث مراحل ليتم اختيار مراكزها الثلاثة الأولى وزينت أعمالهم المعرض المصاحب بالمجالات الستة وهي الإبداع العلمي والتصميم المعماري والتصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى إنتاج الأفلام والرسم التشكيلي طبعا هالمرة أنا شاركت في مجال إنتاج الأفلام والتصوير الفوتوغرافي شاركت في المجالين اثنين أهم لأنه أنا عندي شغف فيهم اثنين أهم وأنا بديت تصوير فوتوغرافي عقل منتقات لمجال صناعة الأفلام فيأتي المشاركتين كانت المنافسة أنه نعمل مركز الإبداع للأطفال من مختلف الأعمار يعني علشان يتعلموا ويعملوا في سيف ساء يتعلموا على الكمبيوتر كاليغرافي كل الأشياء المختلفة ويمضوا هناك يعني وقت تعليمي والحمد لله يعني هي الفكرة كانت حلوة فسوزعتنا أنه احنا نشتغل صغال حلو مع بعض المصابقة كانت رائعة وقد سمعت عنها من أصدقائي وقد كنت متحمسا للمشاركة في هذه المصابقة الدولية ولم أكن أعتقد أنني سأصل إلى هذا المركز إنجاز كبير أكيد ضيف لي شيء كبير أنه أحقق المركز الأول في مسابقة على مستوى عالمي على فئات يعني فيها منافسة كبيرة من مجموعة مشاركات من مختلف الدول إبداعات تؤكد بالفعل ما وصلت له الجائزة من صيت عالمي بين أوصات الشباب الذين ينتظرون بابها أن يفتح في كل عام لنيل فرصة المشاركة والفوز جائزة صممت للإبداع وها هي اليوم تكمل عامها الرابع لتثبت بأنها قبلة الإبداع بالفعل نظرا لحجم المشاركة العالمية القياسية بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين